سألكمك بسرع وستبتعد أراها أبتعد افعل كما قلت لك هل رأيت هذا؟ هكذا تصدها بهذه الطريقة هذه هي سدد نحو واحد اثنان أنا هكذا تفادى قم بتسديد هوك وأبتعد هكذا إن كنت أنت تستمتع بعلوم الملاكمة مثل أنا تماما ستجد هذا الفيديو مفيد جدا ومتأكد أنك ستتعلم شيئا ما كما تعلمت أنا وقد مرت سنوات قبل أن أتعلم أي شيء جديد خاصة في فلسفتي الملاكمة لكن الكوتش ميلتون علمني بعض الأشياء المهمة في هذا الفيديو علمني كيف نبقي يدنا في الأسفل وهذا وهذا لم أفهمه من قبل أبدا عرف أن ردة فعلك يجب أن تكون جيدة إن أردت فعلها لكن ما هو الهدف من فعلي هذا الأسلوب قد أعطانا العديد من الإيجابيات في هذا واجعلني أفكر ربما سأبدأ بتعليم هذا الأسلوب لم أفكر هكذا من قبل وتحدث عن الأساليب الأخرى أيضا من الأوروبي مثل أنا إلى التقليدية هكذا والتي أحبها جدا كما تعلمون والأسلوب الأمريكي وكل شيء هذا الفيديو مهم جدا وإن لم تعرف الكوتش ميلتون مرن العديد من الأبطال وقد عرف أنه مدرب لوغن بول وذلك هو اليوتوبر الذي دخل لتوه ولا كما فلويد مايواذر ولم يلاكمه فقط وقد فعلها بطريقة جيدة وكذلك هو فاز بعدة جوالات في المباراة هذا مذهل حقا وكوتش ميلتون هو مدربه وفي نهاية الفيديو سنقوم بعدة تجارب واليد في الأسفل وسنقوم بالكثير من المراوغات نعم الكثير لكثير وسيجعلني أتحرك كما قلت أنا تعلمت الكثير منه نعم المدرب ميلتون أنا متأكد أن هذا سيعجبك كما أعجبني اختصاصي هو تعليمك كيف لا تتلقى اللكمات ستلمسك واحدة لكن إن خصمك سدد عشرة رمسك بواحدة واحدة فقط فهذا ممتاز وإن سددت أنت عشرة ولم تلمسه سيفوز هو وكما قلت اختصاصي هو التفادي والدفاع هذا اختصاصي دعني أسألك عن هذا لأن لاحظت أنك تدرب لوجن ورأينا ذلك الأسلوب ومع العديد العديد من ملاكميك وشيء واحد لاحظته بخصوص الأسلوب هي تلك اليد في الأسفل نعم يدايا في الأسفل وكنت أقول أوووو هذا خطير جدا هذا خطير كيف تنجو من مباراة وأنت تستعمل هذا الأسلوب يدك في الأسفل ما هي خدعتك لن يسرح رفائي بهذا لكن سأعطيك لمحة دعنا نبدأ من هنا تعال هكذا ليتمكن الجميع من الرؤية لا تتحرك ابقى ثابت أول شيء نتعلمه في الملاكمة هو ابقاء اليد في الأعلى وماذا نستعمل؟ الجاب الجاب وهذا ما أفعله سأبتلها سأعطل الجاب الخاص بك الجميع سيتساءل لماذا سنفعل هذا ليداني في الأعلى أنا واقف هنا وعندما تسدد نحوي جاب للمس وجهي نعم هذا شيء آخر دائما يعلمك أن لا تلبس خصمك نعم أنا أرى هذا دائما سيعلمون اللكمة في الوجه فإن كنا نتعلم دعها تكون واقعية وهذا ما أفعله عندما أمرنك لأسدد اللكمات بعيدا كما يفعل الكثير أسددها هنا مباشرة وهذا هو السيناريو الواقعي إذن أنت ستسدد لك ما نحوي هذا ما تريد فعله أريدك أن تلاحظ ما الذي سأفعله جاب أصدها هكذا ويدي الأخرى في الأسفل إصحابها الآن هناك عدة طرق أخرى سدد هكذا مرة أخرى ألكم هنا وإذا فعلت أنا هذا لمستك في ذقنك ولم تتمكن مني وإن تفاديتها من هذا الجانب ما هي اليد التي ستستعملها ليست هذا ماذا ستفعل ماذا سأفعل أنا مرة أخرى إن ذهبت هنا ماذا ستفعل أنت هذا نعم أحسنت أصدها وألكم أصدها وبوم ستكون لكمتي فوق لكمتك إذن أتفادى فعن لكمتني هكذا تكون لكمتي فوق لكمتك أيضا إن سددت لكمة أتراجع وعند إرجاعك ليدك أسدد ثم تخرج اليمينية أنزل هنا ولا أزال بإمكاني رؤيتك يمكنني رؤية يدك بوضوح إن سددت هوك فسأتفاداها دعني أريك شيئا آخر إن سددت هوك أنت هكذا تسدد لهك وإن كان مرفقك هكذا لأجب أن نتحرك لنجرب هذا سأريك الآن واحد اثنان لم أبتعد لن تلمسني أبدا ودائما أخبر حرفائي وخاصة المحترفون بمجرد رؤية المرفق لا تتحرك تراجع فقط واستعد للكمه هذا هو دفاعي تعلم الآن أنتم دائما تتركون أيديكم هنا لكني أنا أنزلها أنا دائما أترك يدي هنا مسبب أني أفعل هذا أنا يمكنني رؤية كل شيء من هنا حسنا يدايا في الأسفل هكذا إذا سددت اثنان يمكنني الابتعاد هنا أقد تفاديتها وإن أردت إبعاد سأدفعك من هنا بكل بساطة ثم أعود إلى مكاني وهناك تقنية أخرى أيضا سأريك هذا ولن أقوم بضربك لكن سألمسك فقط سدد اثنان رأيت؟ في كل مرة سدد واحد اثنان هذا ما سأفعل دائما المستعد دائما أرد الهجوم بمجرد قدومها انظر ما الذي سيحدث إن لكم تكافي كتفك سدد واحد اثنان واحد اثنان مجرد لمسا وستسقط فاقد للتوازن وإن استدرت أكثر ودفعتك ستذهب والحكم يظن أنك سقط ويريد أن يبدأ في العد وأنت ستجادله وتقول هو يدفعني وكما نعرف جميعنا أول ما سيفعله أي حكم اخرس يبدأ في العد صحيح والآن أنت تساعدني لأن الحكم في جانبي وأنت تقوم بإغضابه هل ترى؟ أعلمك كيف تكون خبيثا في نفس الوقت ضع هذه هنا لا أنت ضع يدك هناك افعل هذا الآن أنا أخبر الجميع إن كانت يدك في الوضعية التقليدية يمكنني لكمك بسهولة هل هذا واضح؟ لكن إن استعملنا طريقتي سأتفادى وألكم هل ترى سرعة اللكمة؟ لا وهذه ميزة وضع يدك هنا مهما كانت سرعة خصمك ستصدها أنت تسدد لكمة وأهناء صدها أستعمل كتفي أيضا لم تصل لك مات هنا وبمجرد أنا صد اللكمة أصدها ثم أسدد مباشرة أسدد الهوك في كل مرة أنت ستحاول أنا سأرد وأنت ستقول يا إلهي ما هذا الخصم؟ وشيء آخر سأحاول لكمك هنا ففي كل مرة ستكون لك مات هنا في كل مرة في كتفك أو في يدك وهذا مؤلم صدقني فكما قلت أسلوبي فيه عدة طرق هذا جنوني إن كنت ساوثباو سأتمكن منك بكل سهولة كما كنت أقول أنا ساوثباو أصدها وبوم في كل مرة أنت تسدد وأنا أفعل هذا اخبرني ماذا تشعر؟ سدد نحوي ماذا أحسست؟ لقد أحسست بالرياح أحسست بالهواء فتخيل إن كانت قريبة أكثر فستقول هذا الخصم يريد إيطاحتي أرضا وأحاول فعل هذا أمام كل عائلتك وكل أفراد عائلتك مع الأصدقاء وأنا ألكمك وحتى إن كانت لكماتي بعيدة ستقول هذا الخصم يريد إيطاحتي أرضا صحيح لذلك أنت ستحاول القفز نحوي وإرجع اللكمات فأنتم تظنون أنني سيقضى علي لأن يداي دائما في الأسفل هذا غير صحيح الآن سأعطيك طرق أخرى لأني كما قلت أنا مدرب دفاع سأريك طرق مجنونة جدا حسنا دعنا نفعلها ضع يداك في حزامك هكذا؟ لا استدر قليلا هذا يبدو غبي يداك في حزامك اتخذ هذه الوضعية قف مستقيم لا تثني ركبك هذا ممتع أرني مرفقك الخلفي جيد أرجع مرة أخرى والآن لا تتحرك ابقى ثابت ابقى ثابت الآن افعلها شاهد سهولة التفادي صحيح هل رأيت؟ نعم والآن المرفق الآخر افعلها هكذا بالمناسبة ليجب تحريك قدمي الآن جهة الأخرى الآن تراجع هكذا والآن المس أصابعك هل لديك أصابع في الأسفل؟ نعم المسها افعل هذا وانظر إلي عند فعلها عسنا أنا سأسدد هذا تراجع الآن المس أصابعك مرة أخرى تراجع نزول اسحب رأسك الآن أرني المرفق الخلفي تجاوز أين أنت؟ لم تتحرك لكنك بالفعل تفاديت 6 لكمات وصدقني هكذا أعلم كل حرفائي دائما أعلمهم كل هذه التقنيات لنفعلها مرة أخرى لكن أسرع قليلا كما فعلنا سابقا لنفعلها بطريقة جيدة تفادى تفادى تراجع نزول تراجع تفادى تجاوز والآن سأعلمك كيف تقترب من الخصم وكيف تبتعد عنه وعندما تتقدم ستفعل هذا حسنا حسنا تقدم الآن لا قلت تقدم مع تجاوز قلت أني سألكمك وأنت ستتقدم منحني لا 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 تفعل هذا وعندما تأتي رأسك ستكون هنا تجاوز وضعت البطة لا هي وفي قتال حقيقي هذا ما سيحصل شاهد هذا سأسدد هذا وبمرفق سأرفع رأسك لأقوم بتثبيته وأسدد هذا نعم صحيح وأنت ستتراجع أنت فهمتها الآن خذ طولك دائما في طولك استعمل كل طولك ده يجب أن تقصر من نفسك أبدا وهذا ما لا يدركه الكثير فإن كنت طويل وتقاتل هنا سيسهل علي لكمك فدائما أبقى إلى الأعلى لأنك إن كنت ملاكم طويل فالجميع يريد إسقاطك أرضا لا أحد يهتم بالجسم على كل حال لنفعلها مرة أخرى الآن أنا أبدو غبي لأنك تفديت لك ماتي أنا أحذر نفسي هكذا وأنت تتفادى واضح؟ وهناك طريقة أخرى الآن اذهب تعال هنا تجاوز أنا مكشوف الآن أرأيت هذا؟ هل هذا واضح؟ مرة أخرى أنا أستعد هكذا وهأنا الآن هنا نعم هذا صحيح عندما تخطو جانبا سدد هوك سدد هوك نحوي هيا لنركز قليلا دعنا نوعيدها صديقي هك هل ترى؟ يجب أن تلتفت لي هل رأيت؟ أنت من يجب عليه التحرك لأن وضاياتك غير جيدة وستبدأ في البحث عني تبدو كالمجنون هل فهمت هذا؟ إنها كاللعبة هذا ما نفعله دائما أنا أعبث مع خصومي أكون هكذا أنا هنا وأخبر خصمي أن يلكمني وأفعل هذا أتفادى كل اللكمات أحاول الاختراب أحاول الدخول إليه أتفادى ثم قالكم نعم كما قلت هي لعبة هذا عظيم لقد أحببت كل هذا فعلا لم أفكر لم يتعلم هذا الكثير هذا جريد من نسبة لي هذا لم يتعلمه الكثير من الملاكمين فمعظمكم خاصة الإنجليز تعلمتم هذا والسود لديهم طرقهم والبرتوريكيون أما المكسيك فلديهم رأس صلب يمكنهم تحمل اللكمات إلى الصباح والبرتوريكيون لديهم نظام مختلط من كل هذا والسود يريدون التحرك الدائم في الحلبة يريدون أن يكونوا مثل شوغر راي لونرت أما البيذ يمكنك لكمهم طوال اليوم لكن بمجرد لكمهم على الجسم يسقطون نعم نعم هذا عظيم جدا يجب أن تكون لديك ردة فعل جيدة سريعة تكتسبه أنت تكتسبه إن لحظت أنت لكمتني وأنا كنت مستعد أنا دائما مستعد لتفادي اللكمات وعندما كنت تخرج لكمات خاطئة كنت مستعد لإيقافها فإن سددت نحوي يسارية ثم لكمة يمينية في وجهي طبعا دائما في وجهي أنا مستعد إن فعلت هذا وقد لحظت هذا بنفسك أنا لم أعتد على هذا أنت تستهدف ذقني أنا أتفادها ولا أزال أراك فعندما يتقدم للكمي أنا أفعل هذا لكني أراك ثم لكمات الجسم ستحاول لمسي في الأسفل لكني مغلق قليا وكل هذا وأنا أنظر إليك مباشرة لا يمكنك ألمسي أتفادى أمسك أصد نعم هذه هي طريقة دفاعي هل رأيت؟ هكذا أستعمل يدي يتتفادى اللكمات والأخرى تسدد بمجرد أن تخطئ أسدد نحوك وشاء بخصوص الجاب لا يجب أن تكون قوية في كل مرة كل ما أفعله هذا لكمة ستشعر بها كهذه الجاب دائما تلمس فقط أسفل وأعلى وبمجرد أن ترمش بعينك أو تخطئ أضع لكما قوية وربما أخضعك بلكما وهمية ليتمكن من وضع القوية كما قلت هي لعبة هذا بالفعل جيد جدا ولقد عملت مع العديد من المدربين طوال سنين كما تعلم ولم يعلمني أحد هذه الأشياء وأن حاول شخص ما تعليمي هذا ولم يكن أنت سيبدو أن هذا غير منطقي لكن معك أنت نعم سيبدو غبي أوه هذا شيء مجنون جدا أوه هذا شيء عظيم حدث لي أمر طريف دكتور بولي كنا ذات ليلة في النادي وكنت أرتدي سلسلة فيها القفاز فرأاني وبدأنا الحديث أردت تعليمه شيئا ما وقال لا هذا ليس فعال أبدا وذهب وابتعد عني ثم أتى إلى النادي بعد أيام وأنا تذكرته وكنت أدرب جيسون رجاريا وهو ملاكم يحمل الرتبة الثالثة عالميا نعم لقد كان الثالث عالميا لكن في فلوريدا لا أحد يمكنه هزيمته فكنت أريه هذه التقنيات وانتهى مطاف صديقنا من النادي بتعلم الأسلوب وأصبحنا أصدقاء وهو يستعمله الآن في الـ MMA حقا اسمه دكتور بولي غلوفز دعني أريك شيء آخر مميز فالكثير من الأوقات دعنا نغير الأماكن أولا قلت سابقا إلمس أصابعك يبدو أمرا غبيا أنت تقول ما هذا الغباء؟ لماذا سألمس أصابعي؟ لكن إن أدركت هذا لا لا تستعمل المؤخرة إلمس أصابعك فقط هل تقصد هكذا؟ نعم تحديدا شاهد المرآت هنا لمست أصابعك ستختفي ستكون هدفا صعب استمر في فعل هذا وانظر إلى المرآت لماذا تنظر إلي؟ انظر للمرآت عند لمسك لأصابعك سوصبح من السهل فعلها فأنا أعلمك بطريقة سهلة جدا سأعلمك كيف تخطو في الملاكمة إذن أنا ساوثبو لا تقلق حيال يديك وترك يديك في الأسفل تراجع برأسك إلمس أصابعك اذهب بساقك هنا نعم هكذا ها أنت ورائي الآن فإن أردت تجاوزك والتمكن منك الآن سدد هوك باليمنى أتراجع؟ وهأنا هنا وسدد لك ما مباشرة إلى جسمك نحن نفعلها على الحبال عادة وأنا أعلم لوغن كيف يفعلها من أجل الشو رأيت هذا الأسلوب في القتال إنه يتجاوز فلويد ويبتعد عنه نعم كما رأيت تفادى الكثير من اللكمات تفادى لكمات فلويد مايواذر كذلك التراجع للخلف مع تلك الهوك نعم قام بتفادي لكمات فلويد كل ما فعله الإبتعاد فكما قلت مرة أخرى الناس لا يريدون إعطاءه لوغن حقه إن كانت لديه الخبرة اختلف مسار ذلك القتال إن استمتعت بهذا الفيديو وأرد تتعلم بعض الملاكمة اضغط هنا لتشاهد الدليل الشامل للملاكمة ونفعل كل شيء خطوة بخطوة اضغط الآن